السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبع المشاهد للأعزاء القناة تعكم إبراهيم للعقرة تمكناس اليوم تنكترح لكم عقرة ممتاز العقرة اليوم من الفئة ومتوسطة تتواجد في منزل تتكون مسفلي 3 طوابق كل طبق فيه جو الشقق مع كجار واحد في كل طبق مساحة إجمالية 86 متر تمان جد مغري ومشجع فقط 36 مليون وثمان قابل للنقاش بالنسبة للتصراحة الثمان فالثمان تعالى الشققى كامل مصرح للتصراح مئة بالمئة هذا يعني أن العقار فيه انخفاض ممتاز من ناحية الثمان مساحة كبيرة كما تلاحظون في منزل عادي للي فيه عدد تأجير اللي هو مقلال ماشي موجب مع سكاني اللي كبير فقط معك جار واحد في الطبق شققات تتكول لنا من صالون كما لاحظنا بمساحة كبيرة مطبخ هو كذلك ممكن أن تكون فيه صالة مونجي وعندنا كلية من الغرف من النوم فعلى بركة الله قبل أن نبدأ الوصف انتها العقار ترحب بالجميع إذا كنتي أول مرة تدخل القناة نتاعنا ولا تشاهد الفيديوهات نتاعنا مرحبا بك لكن ما زال ما شاركتيش في القناة وكنت يهمك العقار في المدينة نتعمك ناس شارك في القناة وفعل الجرس باش تستفد من جميع العروض العقارية ولا ممكن أنك ترجع للعروض اللي حتينا من قبل فهذا آخر أسبوعين كين هميزات ممتازين جميع الأتمينة مطفرة ابتداء من 27 مليون كينما لاحظنا على الدخل المباشرة اللي قاو الصالون في نيس يوم ممتازة بالنسبة للزخرافة نتاع القبس مخدوم بهاد ستيل نتاع القبس نتاع السليمانية صالون بلدي القبس صراح كامل في البلافون كينما أعطان شرحو من قبل القبس في البلافون هو القبس اللي تيكون ملاسق ملاسقش مع الضالة مباشرة تيكون واحد الفراغ ما بين الجبس وما بين البلافون ما بين السقف انتاع الضالة اللي تيمنع الحرارة تيمنع التصروب والرطوبة عنده مجموعة انتاع المتيازات تحتى بالنسبة للمشياء مثلا الشجار اللي فوق منك في المشياء تيحاول انه تيمنع الصوت شيئا ما مقارنة مع الخدمة العادية هذا المطبخ ميسا حاكمات اللحظة كبيرة عندنا الباصن تاع 3 جيكا ستري وعندنا الماكينة الصابون وشوفو عندنا على برا في البالكون عقار عنده مجموعة انتاع المتيازات مطبخ ميساحة كبيرة ارخام النوع غرانيت الجفناء من الانوكس البلاكار ام دي اف وكين الفوق والتحت بالاضافة ان الشقة تتوفر على البالكون اللي تيعطي واحد المتنفس كبير للشقة وممكن انك تكون استغناء على السطح مثلا ما لسيكون حويجات اللي هم اخفاف وممكن انك بلا ما تستعن بالسطح تيكون نشار في البالكون عندك مجموعة انتاع الامتيازات في العقار اللي تنقدمو لكم حاليا كما لاحظنا حتى المطبخ بالنسبة لهذا الشقة انتاع 36-34 وعندهم واحد المطبخ اللي تيكون مثلا في مترونس على ثلاثة الامتار العكس ان المطبخ انتاع اليوم بمي ساحة كبيرة ومطبخ اللي تيضاهي لما طابق انتاع الشقة الكبيرة ممكن يكون فيه مطبخ وقليس انتاع سالامونجي بالكون في البلاس انتاع لماكينة الصابون في البلاس انتاع الشوفو المزيد من المعلومات فقط اكفيكم الاتصال بين جميع المعلومات تقريبا راح نقدم منها شقة ليست تواجد في منزل كما ذكرنا تيكون مسفلية ثلاثة انتاع الطوابق كل طابق فيه جوج انتاع الشقة بمؤدد انه معك جار واحد العقار تيكون من صالون مطبخ بالبالكون حمام مرحة ثلاثة الغرف مساحة اجمالية باستة وتمانين متر ثمن المقترح ستة وتلاتين مليون قابل شيئا ما للنقاش الموقع تنتواجدو في حي كاميليا حي كاميليا حي اللي غني على التعريف بجميع المرافق متوفرة الحمام الطاكسي الطابس المدارس الخاصة والعامة والمحلات التجارية وندنا اقار بغرف كبار هذه الغرفة الصغر وغرفة عندنا فات الشقة وكذلك تتبند مساحة كبيرة مساحة متوسطة بالنسبة لغرفة وعندنا الغرفة للوالدين والغرفة راق الجوج الذين شاهدوما دلقوا واحد المساحة ما شاء الله وتبارك الله كبيرة اذا على الدخل كما لاحظنا لقنا السالون لقنا المطبخ بالبالكون لقنا الغرفة راقم واحد هنا لدينا هذا الكلور يجبنا الغرف الجوج الغرفة راقم جوج راقم جوج راقم جوج هذه اللي نسميها مثلا الغرفة راقم جوج اللي ممكن أن تكونوا يا الغرفة الرئيسية ولا الغرفة للوالدين مساحة ما شاء الله مساحة كبيرة شقة كاملة مهوية شمشة ومساحة معقولة واحسن حاجة أن الثمن كما ذكرت لكم جدا مناسب 36 قابل قابل للنقاش الناس اللي ما يتمين فقط يكفيهم الاتصال بنا ان شاء الله ننتقلوا معهم للمكان نكتشفوا العقار مباشرة والذكر حتى الناس اللي ستتقلب على شقق بثلاثة نتع الغرف بأتمينة قل فعندنا أتمينة بابتداء من ثلاثين مليون بالنسبة على ثلاثة نتع الغرف وتنبقوا في الشقق متع المقاوي ماشي سكان اقتصادي ولا مجمع سكاني فقط منازل اللي تتكون من اسفلي وجوجن طوابق كل اسفلي وثلاثة طوابق إذا العقار اللي تنقدمون لكم اليوم عقار ممتاز مواصفات هائلة والثمن تركز على الثمن أن الثمن جد مناسب خاصة في الموقع اللي تنتوجد فيه جميع الأشغال بالنسبة للحي اللي تنتوجد فيه ثلاثة جميع البنايات حي اللي هو عمر مرافق متوفرة وباكتراء والثمن مناسب سوى الناس اللي بغت تقتني شقة العطل ولا الاستثمار للكراء ولا شقة للسكن فمشروع مربح لأن العقار خاصة الشقق انتع الثلاثة الغرف اللي تتشريب واحدة الثمن اللي هو مناسب ممكن من بعد واحدة المودة انتع السكن تتبع وبقات سمينة اللي تتكون مرتفعة خاصة الاحياء اللي ما بقاتش فيها شقق منافسة فتنتمنى ان العقار انتع اليوم يكون نال الرضا انتعكم والاعجاب متاعكم بقى عندنا الحمام والطوالت الطوالت أعزكم الله كما لاحظنا فيه البارد والسكن وعندنا الحمام المشارك فيه الرشاش وفيه طوالت روميا فتنتمنى انقنوصة العقار كما هو كان معكم أخكم إبراهيم ما تنسوناش بالدعوات دمتم في رعاية الله والعقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر